موسيقى أهلا منكم متابعين في السيفير رجعنا لكم فرقة فني جديد ومعنا اليوم فنان أمازيغي اللي هو السعب السلام أمدك أهلا من فنان أمازيغي مرحبا السعب السلام اليوم مستطفينك باش نخص الحديد دينا على الجديد ديالك لأنه جديد مميز ونقدر نقوله أنه سابقة لأنه باش نجمع جوج ديال الثقافات لثقافة الأمازيغية المغربية مع الثقافة اللبنانية فهذه شي حدا لي جديدة فانتا ان شاء الله كتت تحضر وحد ديو مع فنانة لبنانية فحدتنا شو بيوك وكشفنا بعض الأسرار الخبايا ديو ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تحية لكم تحية الالفاس بريس صحفة متميزين تحية لكم وكما قلت لأخت كي غير يكون ان شاء الله وحد ديو ان شاء الله بين فنانة أمازيغي المغربي والفنانة لبنانية والفكرة فيها ديو من يكون فيه السؤال سوالها على المغرب نميليجات المغرب والعرب كامل والشغال العالم العربية واللغة الأمازيغية والأمازيغيين في المغرب يعني هذا كنظن على حسب ما فنت واناو غيكون فيه حتى جزء من ترويج للمملكة المغربية والثقافة الأمازيغية والثقافة المغربي والثقافة الي عندنا من طبيعة الحال أننا سنسول على المملكة المغربية على المولك المغرب على التاريخ المغرب أنت سويلها بالأمازيغية وهي ستجاوبني باللغة العربية يعني سيكون ربح كبير للمملكة المغربية والدول العرب و ستعلل لبنان يعني قيمة فنية كبيرة يحمل هذا الجديد ديالك اللي إن شاء الله نتمنى أنه يخرج في أقرب وقت نتمنى إن شاء الله كيف يصلتوا دبا في الإعداد دياله؟ إن شاء الله بدنا في الديسي مع من التعامل في كتابة الكلمات لا الكتابة الكلمتنا أنت اللغة لكتابة الكلمات إلى جانب الأذى العقين الكلمات والتلحين ولكن في استوديو كيكون أري أخرى كيكون إخوان لكيكونوا في الإقاق كيكون الأخذي الناس حسين نظروال في الريبة بروفيسيو انتبار في الله مع الجميع الفنانة هو اللي كان خدمة واحدة لبنانيتها هي في الريبة نعم و من ناحية أخرى بغيت نسولك على شكل اللي كان اللي جاتوا هاد الفكرة هادي هاد الفكرة مش شي عادية هي هادة كلمنت هي اللي جات الفكرة جات هابة إني يمكن شافت شي تطريبة بشي بشي ديوات أخرين من غير المغربية و فكرة هي أغنية الأمازيغية مية في المية هي اللي فكرة ولكن ما اللي قتليه واش انت هي يعني اللغات الأمازيغية هي اللي غات جي عندك ولا قتليك لا قتليك لا أنا اللي جيت عند الأمازيغين يعني أنا اللي جيت باش نستقل من الأمازيغين أغنية الأمازيغين يعني اللي كعندرت مبادرة الأمازيغية أي يا ناكاتيك ندلغ سنجي عندما ما اللغة يا حنتي لاجي تعد لغة الأمازيغية غد يكون عندي حتى المتابعين أمازيغين في العالم كامل شوف فكرة وي يعني ممكن هادة التيو إن شاء الله اللي نتمنى أنه يشوف النور قريبا فممكن أنه منطلق النور نروجه الأغنية الأمازيغية ونوصلوها يعني تكون والتيو اللي عرفوها العالم العربي كان نتمنى حيكون إلا كانت حتى اتفاقي غدا يكون صوت وصورة الآن غدا نخرج لنا بغير الصوت ولكن إلا كانت هذه الفيديو كليب إن شاء الله غدا يكون شيء حاجة كثير من فيديو كليب إن كفيديو كليب يمكن تشجعر في الشارع يمكن يكون شيء حاجة في القاعة ويكون فنانة ويكون يعني الشيخات ويكون وما كتفكروش أنكم مثلا تدروا فيديو كليب اللي تصوروا بمناطق مختلفة من المغرب لمناطق المعروفة بأنها كتمثل التوراة الأمازيغية وهكا ممكن تكون فكرة أنها ممكن تكون في المنطقة ديال مراكش فين كيمثل الفيلم ديال ببعا يني تفيجوكها يمكن في منطقنا عندنا في تردن عند المناطق في المستوى يمكن في ورزازة لحسب غير اتفاقي يستعمل لي غادية إن شاء الله كنتمنى أنه يحقوه النجاح الكبير بغينا هدي فرصة أننا ندويو ونسلط الضوء على الوضعية للفنان الأمازيغي مؤخرا تم الحمد لله بقرار ملكي تم إقرار عطلة رسمية لسنة الأمازيغية الرأس الثنة الأمازيغية فهدي كتخلينا أننا نشوف واحد البسيط من الأمل وبسيط من الضوء وأن الثقاف الأمازيغية وأن الأمازيغية هي أنها ستضرق قوة بقوة في المغرب في جميع المستويات وفي جميع المجالات لذلك نحن ندويو على الوضعية للفنان الأمازيغي كنت نرى الشاشة المغربية خاصة في الصحرات والحفلات والمناسبات كان لقى واحد الإقصاء للفنان الأمازيغي ما هم الأسباب وراء الإقصاء؟ أدرى مشكلة كبيرة أدرى أدرى مشكلة كنا كان نعاني وافية أكثر من 20 أو 30 عام ما حمل القاناة عندنا في المغرب؟ دا بقول لدينا قانوات مزاندة كان قانوات بزعب شو كنت يخلصوه؟ يخلصوه معنا شاعر مواطن المغرب هنالي كان يخلصوه في فاتورة الدعم ديال من ديال الفنان خاصة يديرو فيه العادل وإحنا جاي للدعم الفني الدعم الفني يعني لدي الإقصاء كيشملت الدعم الفني الدعم الفني هو يديرو فيه العادل ليه هو فنان ها فنان ها كين فنان ها ماشي ولكن أنا مقصي هرا فنان أمازيغيين تحدي بلا من لغادي الإنسان يقول لك لا رايش فنان فهد القانوات وريني أعطيني أعطيني غير شي شي قاناة كتلقى فيها الفنان الأمازيغي ولا أفلم أمازيغيين دباني حاليا من غير القاناة التمازيغ ولكن ولكينا ما عرفنا كل هذا المشكل يمكن المشكل كان في الشركات اللي كانت تشجل أنا الشركة اللي شده البروجيت اللي إداعات الوطنية هم اللي فيهم مشكل ما كانش المشكل عند القاناة التمازيغي لقاناة الولا ولا دوزيغي لا نلحق باش ندوزو فاتك دوزيب ركا نخلصوها ركا فنان رمض ربعوات مينا في الفن ما غانا هدرش إليه ما هدرش قاع على راسي باش ما يقول لك شي وعد لا كي هدرها على راسي لكي نفرنا ندى بحاليا اللي معمور ما دازو في القانوات العموميا ها حاليا داباني ودبيتها للتام ودي نقطة اللي مهمك نجيين لها بنسبة التام الفني وش قلتي بأن الإقصاء ما كيشملش الفن أن إقصاء الفن الأمازيغ ما كيشملش غير القانوات وصحرات الفنية وإنما كيتعداها حتى للتام الفني يعني انتو ماما كيتحضاوش بالدعم الفني او مني كيتخرج اللوائح ديال التام واش كيكونوا يعني نسب ديال المستفيدين من الفنان الأمازيغيين كين واحدة سميتو اللي خصيك تعرف دابال الدعم ردفعو دابا ديال الدعم امتغا ديالو حتاني امتغا يلوحو الدعم أخرى حتى غيعطوه الاخرين الفلوس اللي يدازو يعني اللي يستفدوه النهار اللي غاد ياخدو انتو قد يلوحو الدعم يقولوهم حقا نهار اللي مكان فلين لمدة قصيرة امتغا تشجل في انتها ضرب عدى امتغا تكتبوهم باش انت تدفعوهم علاش حانتو هادو كالناس رمواش دين هما حانتو مفراصهم وحتى اللجنة مكانش مالجنة يعني رسمية لي غاد تكون هاد اللجنة هي اللي كان هاد العام هاد العام اش جاه هاللجنة لي كان هاد العام اكين يجدك اللعام يعني عدم الاعلان على فتح الأبواب يعني التقدم بالمشاريع أو لهذه الفترة ما كيخليوشهم حد فترة زمانية اللي يقدروا أنهم يقوموا بها بإعداد وتحضير أعمال واللي كيمنع الفنان الأمازياء بأنه يكون تهوى عنده نصيب من هذا الدعم الفني يمكنهم هم كيعلبوا شيء وحدين صعبين بحد الشركات كيعلموهم قبل كيخليوا فنانا وفنانا كيليمش جلدة بديسك دير ومحطوطين أنا عامل لي فتش جلدة حد 13 ديسك ومراهم طابعين وطالبين غير ربعة ماش كيكليش نتحدش يفنان لي غايش جلدة 13 ديسك خلوة سبعة ناك نعرفوك أنك دا إيمان كيش عيش وحد الناشاط فني فعلا فسعب السلام شنو الجديد ديالك من غير الدير الغنائي المزاعي اللبناني كاين الجديد كاين ديسك وعود تاني كي يقدروا واحد تاريخ قديم كي يقدروا واحد تاريخ ديال بكري وكي يقدروا المولوك أو التاني كي يقدروا المملكة المغربية تانا دي ما كان اعتمد على ديسك اللي هما اللي يخصي يدوزوا يدوزوا في الراديوات ماشي غير يدوزوا غارفة يعني في المواقع يعني انتكت يعني المناقشة ديال المواضيع اللي عند العلاقة بالمغربية والتقاليد وهذا والتاريخ ديال مملكة انتكت تقصدها في الأعمال ديالك ديسك ديالة تصندلي هنتي وباك وموك ما كانش فيها عائلة تصندلي تخدموا تصندلي يعني يعني فيها فيها الناس اللي كيف يفهموا يفهموا لفنية فعلا كيف ينزاف ما يتقلوا لكينا غير كتكون شوية ديال لقطة ما كتكون كافية وصعبية ماركي كينا شي حواش قوي مثلا السيئة منتك كدب يا وزارة التقافة كتبذل مجموعة من المجهودات باش طرقاء بالمستوى ديال الفن المغربي واش كتشوف انه هذ المجهودات هذي كتشمل حتى الفن الأمازيغي وانا أرجوى بعد المهرجانات بدأوا يمكن اللين سيناء او قيلان سيناء هذي نقطة لا لا نقطة مهمة افصل بها ديال النقطة ايه هذي نيترا هيا بنسبة لمهرجانات ههو مدى بزارت دازو المهرجانات في الضل بدا هاي عش هذ المهرجانات لما يكونش مياه فيهم مكسي يعني حتى هوا مكان فيهم أقصى ما أقصى ها هوا مدى بالناس حتى المونط ديمن حتى براء المونط ديمن والمدير المهرجان رأى وزارة التقفر أعطته الدعم ولكن رأى هذا المدير هو اللي يحكم بحال الصهراء كينا في العنق داست في العنق داست فيار ثلاث يام والأربع يام ويوم وكينا تملأ الصهراء يعني انت تحمل المنظمين داست هنا تضامرات ولكن حتى زاوي زاوي التقفر مش غالجي تعطيه الشي شاركة يعني خاص محاسبة ومراقبه محاسبة كنشكو سنين كيني بزي دي الموقع دي الفنان انا مزيغين كيشكو عبر الكتابة مع الصحفة في الراديو واتشوها انتسنو احنا احنا اتعي كل ماي راجن ديالتي ميته جاي حقا يزيل الميرجن ديالتي ميته دياله قادير والغالب الامر الناس ديالا قادرة كدوزوا لأبد العزيز ستاتي ماشي مرة ماشي جوش بلاده هذه رأى مغريبي خسي دوز فالمهرجان ديالتيميتار داست فيها البزاف ديال الفنانة بحرشي خط ركس داست فيها ماشي مرة ماشي جو بزاف ديال الفنانة دازوا فيها لا علاقة لهم تقضى منزلية يعني في مهرجان ديميتار رأى نقوله فقدر رغا نقول لك احجا ستكون لعزرية قولوا في عاشلوا حقهم باش يدوزوا واحد كما احنا حقنا باش ندوزوا في المياه يعني انتا كدول ان خاص يكونوا حت العدل في الخشيار ديال اسماء الفنية اللي كتشارك في تظاهرات المغربية انتا بيات الحال السهرات تكون ميكس الى كانت ميكس كل شي غايت تفرج وكل شي غادي يكون رحض رغا تكون السهر وناجحة 100% كما كي يديرو فالأوروب دا بانيت حاليا فالباري كي يجيبو استاتيو كي يجيبو الطالب كي يجيبو طبعا مرد كي يجيبو فندي كي يديرو ميكس فايا باش كل شي يجي كي يجيبو واحد ديال راي وكي يجيبو الراي ويجي الشعبي باش يخلطو ولي يجيبو تاشينويت ولي يجيبو تحاعد ولي يجيبو فندي على حسب المكانيات اللي عنده مثل ما وده بذكرت مجموعة من الاسماء هاد الاسماء هي مني كنشوفوها حاضرة الى كان حضور ديال فنان الامازيغي فكن اسماء معدودة على رؤوس الاسماء ففي الوقت اللي كان مجموعة من كبيرة ديال الاسماء الفنية الامازيغية اللي عنده واحد القدرات فنية يعني المهمة عليش ما كنشوفوهمش واش هاد الاختيارات كي كونتا هي كي تأثر عليها المحسوبية وبباك صاحبية او لا ما تشيرك كين هذا هذا وبباك صاحبية دا بقيت نذكر لك الفنان اللي ما غير مهمشين دا بق ما غير مهمشين دا بالنسبة لماد ديال ما غير مهمشين دا على حسب خصوة العمال دياله وهو خصيبان وفي التلفازات في صيبان وفي الأديوات بحل الاخ ديالنا أصلا باهرة فنان كبير في مستبع بندريس المزودي في المزوضاء والمزوضات تاهم بحقيلة قلتي منتجع عنا غانية بالفنانة والشعراء هذا جمال بندريس فنان كبير عمر مدع ما عايتوش لها بيس مموينة رمزان غاديجي عندك لها بيس مموينة شعر الله غاديجي وانا وتشوفه وغا يقولك شحال من واحد اغطاع الدياسك وشحال من واحد اكتب ليك كتر من خنسالاف ولا ستالاف واحد وما كانش تقل من واحد اللي ما داشتليه مئتين ديسك تلاتين تلتمية دقون كيكتبتها بالعربية يصوب ليك الديسك هذي مموينة ما كبير شعي تلقينا في استوديو وشي واحد در اي شي در اي من الرباط صوبنا نوم الديسك بالعربية وغنوه تم في استوديو فالبلاد ما كان مموينة ساعد مموينة حسينة منتج حسينة منتج إلا غادي بقاند كلا أسماء أسماء كتير مموينة يلا ثلاثيام ولا أربع أيام مرحلة وسيدة فكنشكرك بزافة سي اي منتج على هذ المعلومات اللي قتبت لنا لانك شاركتي معنا جديد ديالك والتفاصيل احنا عارفين انها التفاصيل حصرية نتابع لها شكرا بزاف فكنشكرك مرة اخرى وكنشكرك ومتابعين على المتابعة ديالنا وهكاك ممكن وصلنا نهاية لقائنا اليوم على امل اننا نتلقاوكم في لقاء جديد مع ضيف جديد وموضوع جديد السلام عليكم